السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا متتبعات ومتتبعي قناة أجنف المواصح في إطار معالجة التعامل مع الشهود في القضايا الجنائية من طرف ضبط الشرطة القضائية اليوم إن شاء الله سأنتبه معكم الرحلة في هذا المجال بحيث أننا بالإضافة للمواضيع التي تترقنا فيها من خلال الحلقة الأولى سأنترق أيضا المواضيع أخرى تقييم مصداقية الشهود الملف الشخصي للشاهد تحييز الشاهد أو التافع لكدو تورط الشهود أو التأثير العاطفي على الواقعة موقع الشاهد في الوقت الذي يرقب فيه الواقعة الوعي بالجريمة أو نية مراقبة وتذكر الواقعة طول وقت مراقبة الوقت الفاصل أو الذي يمر ما بالواقعة ومقابلة القدرة على تسجيل التفاصيل أو إعادة تفاصيل الرواية بشكل متكرر القدرات الجسدية السماء البصر الشم واللمس والتدوق والإدراك المعرفي القدرة المعرفية والسن أو عمر الشاهد من باب التذكير سأتوجه لأي واحد منكم سوى المتتبعين أو مشاركين باش اللي تمس منكم تعملوا على مشاركة هذه الفيديوهات اللي أنا على يقين أنها كتتضمن معلومات جديدة بالنسبة الأكثرية منها كما كانت طلب منكم في نفس الوقت باش تفعلوا منها من خلال ضغط على زر الإعجاب ويريد أنني نقرأ بعض الملاحظات تلكم بخصوص الحلقات اللي كتطلعوا عليها لا منطول عليكم غادي نقول أي واحد منكم يا الله آجين فمواصح تقييم مصدقية الشهد بالإضافة لتحديل ما إذا كان الشخص شاهد عين أو شاهد إتبات أو شاهد مستقل أو شاهد مختص أو شاهد مقنع كيتوجب باش يخدع كل واحد منهم خلال تحقيق التحليل والتقييم المصدقية ديانو فبما أنه كيتم جمع المعلومات والأدلة من عند كل شهد كتبقى عملية تحديد مستوى التقل لكي يمكن تنسب لكل شهد جزء من مهمة المحقق وهذا هو اللي كنسميه تقييم مصدقية الشهد من أهم القضايا اللي كيتوجب أخذها بعض الاعتبار عن تقييم الشهد هي تحديد ما إذا كان المعني بالفعل شهد أو أنه مشتبه به اللي ربما كيتظاهر بأنه شهد على الأرجح في الوقت اللي كي يجريوا بعض المحققين مقابلات مع أشخاص اللي كي يصرحوا بوقوع جرائم مهمية هذ المحققين كيلقوا نفسهم كي يجريوا مقابلات مع مجموعة متنوعة من أشخاص عادين اللي يرتاكبوا بالفعل الجريمة أو حضروا خلال ارتكاب جريمة أو شهدوا جزء من جريمة وقات لهذا كي يعتم مستوى التقل اللي يمكن يتمتع بها الشهد عند المحقق على مجموعة من عوامل اللي كتتعلق بهاوية الشهد وقدرات الشهد وظروف الواقع الملف الشخصي للشهد من ناحية الميتالية كل شهد كيتعتبر عضو صالح في المجتمع وكيتمتع بمستوى عالم النزاهة وسمعة طيبة إلا أن هذا النوع من الأشخاص قليل فاش نحصل عليه لأن طبيعة النشاط الإجرامي والتقارب الطبيعي اللي كي يكون في العادة بالمجرمين والترابط اللي كيتخلق في مبيناتهم داخل المجتمع الإجرامي غاببا ما كي يخلق لنا لائحة من الشهود اللي كتكون الملفات الشخصية ديالهم كيف كان قوله سخونة وتقدرتنا عادة فيها الاستقامة في أغلب الأحيان لكن كون الشهد جوز من المجتمع الإجرامي أو كون الشهد عند السجل الإجرامي هذا ما كيعنيش بالضرورة لأنه غادي يكون شهد اللي ما صادقش في الأقوال دياله ومع ذلك كيتعين على المحقق أنه يأخذ هذه العوامل بعيد الاعتبار عن تقييم قيمة الأدلة اللي حصل عليها على سبيل المثال إلا سبق لشيش شهد الصدر في حق وحكم قضائي من أجل شهادة الزور فكيتعين على المحقق أنه يفحص شهادة المعني بكل عناية لأنه من المحتمل تضيف لنا دعم إضافي باش نأكدوا الواقع بما يكفيه للتحقيق المصداقية المقبولة أمام المحكمة تحييز الشاهد أو الدافع اللي كدوم كيف سبق وذكرت في هذه الحلقة؟ الشهود المستقلين واللي ما كيكونش عندهم أي ارتباط بالضحية أو بالمتهم أو بالواقع النفس كيكونوا شهود اللي عندهم مصداقية أكثر غالبا الأشخاص اللي كيكونوا قراب بدرجة كافية من الواقع الإجرامية يقدر يصبحوا بتاريقة معينة شهود مرتبطين بالضحية أو بالمشابه به أو بالواقع الإجرامية بنفسها على هذا الحسب ماشي بعيد أن هذا النوع من الشهود يقدر يكون متحيز خلال تقديم الصريح أو الإفادة دياله بخصوص القضية وهذا النوع من الشهود بصفته صديق أو عادو يقدر يكون عنده بعض الدوافع اللي تقدر تخليه إما يخبي بعض المعلومات أو يكتب باش يتمكن من التأثير بشكل سلبي على نتيجة البحث الجنائي عملية فهم كيف هاش كي يتوافق كل شهد مع القضية أو مع الواقعة وأشنه هي الروابط اللي كتجمعه بالأطلاف الأخرى أو بالواقع عرسها هي ديناميكية مهمة كيتوجب أننا نكشف عنها وفي الحال اللي كنلاحظه وجود شاهد اللي كيتحيز الصالح أو ضد طرف معين كيتعين علينا أننا لتمسو إتباتات إضافية تورط الشهود أو التأثير العاطفي على الواقع يمكن تكون الواقع الإجرامية عبارة على تجارب اللي هي مرهيقها بشكل كبير واللي تسببات فروعب وقلق وهذا ما كينطبقش فقط على الطحية فحز وإنما كينطبق أيضا على كل شخص تعرض الخطار أو عنف أو الحالات اللي عرفت أو وقعت فيها تهديدات للسلامة الشخصية أو حوادث الإصابة أو الوفاة فحنا كبشر ممأهلينش باش أننا نعيشوا في بحال هاد البيئة بدون ما تكون عندنا استجابة عاطفية معينة اضطراب ما بعض الصدمة كيوقع الأغلبية فينا مباشرة من بعض الضرر العاطفة اللي يمكن تسببوا الأحداث أو الوقائع الصدمة بالنسبة لمحقق الجنائي كيتعين عليه ياخد بعين الاعتبار طبيعة القضية اللي كيبحت فيها ويكشف أيضا على هذه الديناميات فالصدمات اللي كتجي من وراء هذا الواقع بحال مشاهدة الموت العاني في الشخص كان كيتعتبر على سبيل المثال من الأحباب تقدرت منها في بعض الأحيان الشهد من أنه يقدم رواية صحيحة وموتوقة بخصوص التفاصيل كما أن بعض الشهود يقدروا يحتاجوا المزيد من الوقت بينما يتعافوا بشيط ليوا بالأقوال ديالهم أو يقدموا الأدلة اللي يقدروا يكونوا كتوفر عليهم وفي بعض الأحيان يقدر يكون تأتي الكاريتي أكبر من اللازم لدرجة أن الشهد ما كيكونش قادر على أنه يتذكر جميع التفاصيل أو المعلومات ومعرفة كيف شرطت الشهد الواقع والقدرة على فهم الصدمة العاطفية اللي من المحتمل أنه يتعرض لها تقدر تعطي المحقيق رؤية واضحة بخصوص الاستراتيجية لكي تعين عليه السكاة خلال تحقيقات اللي لازم عليه يقوم بها مثلا تقنيات الاستجواب النائم يعني اختيار الوقت أو المرحلة الزمنية اللي كتسمح لها أنه يتواصل مع الشهد بدون ما يخلق عنده أي مضاعفات سلبية كما كتكون عندنا صدمة عاطفية أخرى بحيث أننا نقدرون تخوفه على السلامة الشخصية للشهد وهذا التخوف يقدر يتمثل في الخوف من أن الشاهد يقدر يتعرض للانتقام الجسدي أو النفسي أو العاطفي من طرف أطراب أخرى وهذا كيتعلق العادة بالجرائم اللي كتكون عندها علاقة بالجريمة المنظمة على سبيل المتال ودخوك كيتعين عن المحقق أنه ينظر ليه بالعطيبة ومصدر قالق حقيقي ومفهوم موقع أو وضعية الشهد في الوقت اللي كان يرقب فيه الواقعة موقع أو وضعية الشهد اللي كان يرقب من خلال الواقعة تقدر تعتبر دالي المهم ولهذا كيتعين عن المحقق أنه يراعيها ويدرجها في المقابلة وفي الصريح والشهد فإلى كان الشهد يقدم لنا تفاصيل خصوص واقعاً لتطلبات منه أنه يكون قريب بشكل مباشر منه شبابه أو تطلبت أنه يكون قريب بشكل مباشر أو يسمعه فالموقع أو الوضعية المادية للشهد خلال هذه المراقبة تبقى عنصر مهم وحاسم الموقع المادي يقدر يكون عنصر مهم ليقدر يشرح لنا أيضاً بعض الفجوات أو تغارات أو الاختلافات اللي يقدرون صدفوها في الصريحات بعد الشهر بعد الأحيان يمكن لنا نفسه حقيقة أن الشاهد معين في جريمة معينة لاحظ أفعال معينة لكن الشهد لاقه ما شاف وما لاحظ التحاجة وهذا من خلال الأماكي أو الزوايا اللي كان يتوجه فيها لبعض منه أو بسبب بعض عوائق أو الحواجز المادية اللي أترات على الشاهد دون شاهد أخر فغالي من الأحيان الصور ورسومات مصرح الجريمة اللي من الأكيد سجلهم المحقق خلال مرحلة الأولية كتساعد الشهود على إظهار وشرح وجهات نظرهم اللي كتكون متميزة أو مختلفة زيادة على هذا كيكون من المستحسن أنه يقوم بزيارة ميدانياً مصرح الجريمة باش يتأكد أوه بشكل يقيني من صليح كل شهر الوعي بالجريمة أو نية مراقبة وتذكر الواقع في معظم الحالات في الوقت اللي كتوقع جريمة معينة الشاهد كي يعرف على أنه في ذلك اللحظة كيترتكب فيه اللي هو مخالف القلب هذا المعرفة أو هذا الوعي كي يخلي الشاهد يركز الانتباه ديره على أحداث أو وقائع اللي يمكن أو يقدر يتفكرها أو يسردها من بعد وفي حالات أخرى يعني لما ينتبه الشاهد الجريمة أي أنه فقط كيراق التصورات الأحداث كجزء من تسلسل وقائع اللي هو ما فهمهاش أو ما زال ما استوعبهاش فهنا الذكرة ديره ربما تقدر تكون ما زال ما تأطراتش برموحيط ديرها وأسلوب وتريقة المراحدة هم بالمعني باقي ما زال ما نشطرش أو ما زال ما تمش تحفيز ديرها باش تشتغل بشكل واضح باش نوضح لأمر أكتر نتصور مثال مجموعة من الناس وقفين داخل مؤسسة بالكيام سينتصوروا جميع واحد السيناريو اللي ربما الأكتر منها شافه فقط في بعض الأفلام في المقدمة دي الطابور أو الصف كي يسلم واحد الشاب ورقة الموظف المؤسسة البنكية مكتوب عليها هذه سارقة عندي موستس سينتجمع قاعدة في اللي عندك تسلمها لياه ما تقومش بأي إشارة به وإلا سينتلق عليك المحر الموظف هنا بطبيعة الحال هو الشخص الوحيد اللي في العلم دياله على أنها جريمة بصدد لإرتكاب دياله في هذه اللحظة ونفترض أنه عندنا جوجة زبناء في نفس الصف كي ينتظروا الضوء دياله الزبون اللي هو وقف نورا السارق لاحظ علامات الخوف اللي صبحات كاتبان على وجه الموضة كما أنه شافوه هو كي يوضع علم بالغلمال بنيد السارق أما الزبون الثاني في الصف فهو ما جايبش خبار الأشواق لأنه في هذه الأثناء يتكلم مع شخص معين في الهاتف دياله في هذه اللحظة السارق مباشرة من بعد ما يتسلم بالغلمال يغادر المؤسسة البركية بكل سرعة لكن في الترق دياله يستضم السارق بالزابون اللي ما زال يتكلم في الهاتف دياله من خلال هذا السيناريو البسيط يمكن المحقيق أنه يتوقع الحصول على المزيد من المعلومات من عند الموضة بخصوص الأحداث اللي وقعت داخل المؤسسة البركية واللي كان على عين بها كلها الزابون اللي كان واقف من وراء السارق واللي لاحظ من قبل تغيير ملام يحلمون الطفل البنكي صبح من بعد على عين بوقوع الجريمة اللي سبق وجرات الأطوار دياله قدامه لهذا فهالزابون من المحتمل أنه يقدم المحقيق معلومات مفصلة ومهمة فيما الزابون اللي كان يتكلم في الهاتف من المحتمل أنه ما غاديش يقدم أي معلومات اللي هي مهمة لهذا فالعديد من الشهور اللي ربما غادي ندليه بالأقوال دياله بخصوص الأنشطة اللي قم بها السارق سواء في المرحلة اللي سبقات ارتكاب الجريمة أو في المرحلة اللي جرات من المدى من اللي غاديين يغادر المصلح الجريمة غاديين دارجوا في الفئة ديالنس اللي ما جابوش خبار أصلاً طول وقت المراقبة بكل بسطة طول وقت المراقبة هو مقدار الوقت أو المدى اللي استغرقها الشاهد في مشاهدة وقائع الجريمة وهي كتجرق الدم هذا المقدار أو المدى غادي تختاف حسب الظروف فمثلاً عندنا الشاهد كانواقب بشكل تابد في مصرح الجريمة كيراقب وقائع الحادث وعندنا شاهد آخر كان ذايز بسرعة 100 كيلومتر الساعة في نفس الوقت اللي كانت كترتك فيه الجريمة فبكل تأكيد غادي تكون فرصة مراقبة كل شاهد للواقع مختلفة على الشاهد وهذا غادي يخلق لنا مشكلة اعتماداً على درجة وعي كل شاهد بالواقع اللي جرت قدامه بعض الشهود كي يصبحوا على علم أكثر بالواقع وكتكون عندهم فرص أطول لما يراقبها كيف هو الحال مع الميتال اللي اعطيناه من قبل بخصوص عملية السطو للتعرضات لهذه المؤسسة البنكية فالموظف البنكي كانت عنده مدة أطول باشي يراقب المراحل للجرات خلالها الجريمة أما الزابون اللي كان من وراء السارق فبدوره كان علاقين بأن شي حاجة كان كتوقع وفي نفس الوقت كانت عنده فرصة أقصر لمراقبة ديناه لكن بالنسبة للزابون التاني فالهاتف ديناه شغلو على الانتباه الواقع عن اللي جرات بالحضور ديناه حتى تصطدم به السارق اللي كان بصدد مغادرة لبنك من خلال هذا السيناريو كتبي لنا قيمة وتفاصيل الأدلة اللي يقدر يتوقع المحقق الجنائي أنه يحصل عليها من بعض الشهود اللي كانت تكون عندهم مستويات مختلفة من المراقبة الوقت الفاصيل أو اللي كان يمر ما بين الواقع والمقابلة أحد الجوانب اللي كانت مهمة بحصول المحقق على أفضل وصف الأحداث أو الواقع من عند أي شيء هي أنه يعمل على إجراء المقابلة فأقرب فرصة كالتحليه من الممارسات اللي كانت تعمل بها أجهزة الشرطة في جميع دول العالم طبيعة الحال حسب الإمكانية اللي متوفرة لها أنها كتبت للزهد ديالها باش تعرف على الشهود و تجري المقابلة معهم في أسرع وقت ممكن باش نبينوا أهمية العطور عن الشهود و إجراء المقابلة معهم غادي نعطوهم ميتال بسيط مثلا ناخدوا ورقة و نحاولوا ما أمكن نكتبوا عليها تفاصيل بعض الأشياء اللي قمنا بها 3 يام من قبل أش ندرنا؟ في مشينا؟ أشفنا؟ إذا إذا كانت الذكرة ديالنا عادية فربما غادي نتفكروا بأننا نافقنا من عسف الوقت المعتاد ومن بعد مشينا للعمل ديالنا وفي الطريق ديالنا للعمل توقفنا في مكان معين وشربنا كاس لقهوة مع واحد من الأصدقاء ديالنا إلى آخره فهذا الحالة نقدره بكل سهولة نتفكره و نتذكره هاد الأعمال الروتيني اللي قمنا بها لكن السؤال اللي عبما يقدر يتطرح أنه مثلا هو وشفتي واحد سيارة اللون ديالها زرق كتحمل أضرار أو خصائر مادية دازم الشارع أو من مقروبة من ضر اللي احنا كنسفنوا فيها طبيعة الحال هذا السؤال وهمي لأن هذه المعلومات بالنسبة لنا ماشي مهمة لكن من المحتمل أننا نلقاوا ريسنا في يوم الأيام قدام عناصر الشرطة اللي كي يبحثوا على بعض الشهود بحيث أنهم يقدروا يطلبوا منا أننا نسترجعوها بطبيعة الحال إذا كانت الإمكان ديالنا بعض الشهود يمكن لهم يبرغوا في كمية المعلومات اللي غادي نقدموها لكن في الوقت اللي كنا نعطره على الشهد اللي كتكون عنده داكرة حية ما الأفضل أن ننسوه كيفاش تمكن منتظر كل هذا الواقع وبهذا التقاء وبهذا الوضح فإذا كان هذا السواب غري تبدلين الأقوان دياله بكل بسطة على سبيل المثال يقدر يجاوبنا بأنه بالفعل تفكر لك السيارة الزلقاء والتي تحمل الخصائر أو الأدرى المادية لأنه بحالها كان عنده على سبيل المثال وأنه يركز النظر دياله على الداخل دياله وتبين له بأنه ماشخه هو اللي سيقه وهذا هو اللي يركز الانتباه دياله لأنه بكل بسطة ما سوقش لهوشة فمقرة نس الشارع القدرة على تسجيل التفاصيل أو إعادة تفاصيل الرواية بشكل متكرر إلى عرض الشاهد بأنه يحضر الواقع جريمة وكان يبدل جهد كبير باش يسجل الواقع ويحفظها بطريقة معينة فهذه النقطة في حد ذاتها ستكون مهمة و ستدفع بالمحكمة على أنها تأخذ بها كدليل الشهادة دياله على سبيل المثال الشاهد يتذكر الرقم تسجيل لو حد السيارة اللي كان يسقه المشابه به كما أنه يكرر هذا الرقم المرار متعددة بدون ما يكون مكتوب قدامه هذا التفاصيل يبقى مهم تسجيل دياله كمراحظة من المحقق و يتعين على المحقق أنه يجعل الشهد يكتب بخط يديه رقم لوحة تسجيل السيارة بالنسبة لمثال دياله ثم يتعين عليه يقوم بحز هذه الورقة لأنها ستكون عبارة على دليل من المحتمل تعتمد عليه المحكمة القدرات الجسدية السمع البصر الشم اللمس التدوق والإدراك المعرفين بالنسبة للشاهد يمكن أن يستخدم الحواس الجسدية الخاصة به لتذكر الأحداث التي يوصفها من الذي يدلي الشاهد التصريح لكي يعتمد على الحواس دياله مثلاً من الذي يقول المحقق سمعت أو شفت مستقية هذا الشاهد في تقديم هذا الدليل كتعتمد على مدى تأطور الحواس دياله بالمحيط الخارجي لهذا في الوقت الذي يأخذ المحقق أقوى الشهد كي توجب عليه يتأكد أو يقتنع بأن الشهد الذي يصرح بأنه يشوف الواقع بالفعل عنده الرؤية الواضحة والكافية التي تسمح له فعلاً في هذا المشاهد وفي نفس الإطار الشخص الذي يصرح على أنه سمع صوت معيان كي توجب عليه تكون عنده القدرة على إتبات أنه بالفعل يتمتع بستمع الكافي لهذا من الأفضل بالنسبة لمحقق أنه في بعض أحيانا يتكلم صوت من خافد وقليل باش يتأكد من أن الشهد بالفعل يتمتع بالقدرات السمعية المطلوبة وهذه الإستراتيجية كتكون مطلوبة في أغلب الحالة لأنها كتسمح له يجري فحص شبه طبي للحواس ديال الشهد بطريقة غير رسمية زياد على هذا كي يكون من المعقول ومن المقبول المحقق أنه يستفسر الشهد بخصوص ما إذا كان يستعمل عدسة اللاسقة أو إنترات الطبية أو أي أجهزة اللي تساعده على السمع في الوقت اللي كان يتجرى فيه الوقائع لأن هذا النوع من الأسئلة كيعطيه نوع من المصداقية لشهادة الشهد أمام محكمة الشهد ومن خلال اعتمادهم فقط على الحواس الشخصية ديالهم غالباً كيقدموا معلومات وتصورات معرفية للوقائع اللي حضروا لها وهذه التصورات اللي يزودوا المحقق الجنائي بها كي يتعيني تم النظر لها باعتبارها تفسير شخصية المعلومات اللي حصلوا عليها من خلال حواس ديالهم بهذا الشكل يمكن لنا نعتبرها على أنها تحليل شخصية المعلومات أو الظروف اللي شعروا أو أحسوا بها خلال الوقع من الممكن الشهد أنه يزود المحقق بخصوص عمر المشتبه به والحجم ديال أي حاجة شفاه بصرح الجريمة والسرعة اللي كانت كنت تمشأ لها السيارة ورائحة الكحول اللي كانت كتصدر من الفم ديال المشتبه به وكذلك حتى المسافة اللي كانت بيينوه بالمكان اللي وقعت فيه الجريمة أو الواقع اللي شفاه من خلال هذه المعلومات تقدر المحكمة التعرف على بعض التفاصيل دقيقة لكن ما عادري يقدر يتم الطعن في هذه الملاحظات اللي دلو بها بشهد لهذا من الأفضل أننا نقدر نتصوره مسبقا على أن البعض منها يقدر يكون على درجة من الخطأ مرة أخرى كان نرجع وكان نقول على أن الاختبار الغير الرسمي لكي يتعين يقوم به المحقق كي يكون الهدف منه هو الإطمئنان على صحة ومصداقية المعلومات أو التصورات لتلقاها عن الشهد على سبيل المتال باش يتأكد المحقق من صحة تقدير الشهد للعمر المشتبه به من المحتمل أنه يطلب منه تقدير عمر بعض الأشخاص اللي يقدروا يكونوا متواجد من صلحة اللي كي يتم إجراء المقابلة معه فيها ومناسة الاختبارات هي مكان المحقق يقوم بها مع الشهد فيما كيتعلق بطاقين مع علومات أخرى بحال حجم الأشياء وسرعة المركابات مثلا اللي كتمر بالمقروبة من المكان اللي كيتواجد فيها مع الشهد ديانه ولمسافة اللي تقدر تكون بالموقع فاش كيتواجد وجوج ونقطة معينة على سبيل المتال القدرة المعرفية وسن أو عمر الشهد بعض الأحياء كيتعين عن المحقق أنه يتعامل مع بعض الأطفال أو مع بعض الأشخاص لكي يعاني من إعاقة جسدية أو عقلية معينة وباش يحدد لمحقق الجناء كفاءة وقدرة هذا النوع من الشهود أو من الأشخاص اللي عندهم قدرات عقلية محدودة كيتعين عليه جريد قيم دقيق باش يتأكد من مصداقية الشهد اللي كيتم من استماله وبهكا غادي واجه أي تحتي من بعد واللي قدر يطعن في الكفاءة ديالشهد وباش ينجح المحقق في المهمة دياله كيتواجب عليه وقوم بربط الاتصال بالوالدين ديالشهد أو بالمربيين دياله وبكل شخص كيتتعامل معه بشكل شيء بهيومي ويستفسرهم على القدرة العقلية له وطريقة التجاوب دياله مع كل الأسئلة اللي كيتطرح له لأن عملية تأخذ أقوال بحالة النوع من الشهود وبالخصص الأشخاص اللي كتكون عندهم قدرات عقلية من خفضة كتتطلب وكتطوير وكيتعين أنها تجرى بطريقة اللي كتناسبه مستوى النجج للشهد وكتستعمل فيها أسئلة اللي هي منتظمها وغير توجيه لكي تكون الإجابة اللي تم الحصول عنها مقنعة لكل لقطة هذا الحال وحسب الضروف يمكن المحقق أنه يستعمل محقق أخر الذي هو مختص في التعامل معه بحالة النوع من الأشخاص من بعد هذا الشيء كامل بالدرجة اللي كيتعين عن المحقق اللي حضر هو اللي ولمكان الوقعه يكون فاهم الاعتبارات الخاصة اللي كتنطبق على هذا النوع من الشهود في الوقت اللي كيسمع الأقوال دياله لأن الهدف العام في حال هذه الحالات هو تحديد مقدار المصداقية اللي تقدر تكون عند هذه الأدلة اللي كيقدمها هذا النوع من الشهود نبو حقيق يقدر يقرر على أن أقوال الشهد منطقة كما أنه يقدر يستخدمها بينها أو في وضع أساس معقولة أو العكس يقدر يجد صروبا اعتباة مصداقية للشهود وهذا يقدر يمنعه استخدام هذه الأدلة لفتطوير الأسباب المعقولة لتخليه يفعل إجراءات معينة من بعد بالوصول ديالان هذا الجزء من الفيديو سنكون تسترقنا كيف سبق وعدتكم من مجموعة من نقاط اللي تتهميدان للتحقيقات الجنائية واللي من خلالها تمت معالجة النقاط التالية تقييم مصداقية الشهود الملف الشخصي للشاهد تحيز الشاهد أو التافع للكدو تورط الشهود أو التأثير العاطفي على الواقع موقع الشاهد في الوقت اللي يراقب فيه الواقع الوعي بالجريمة أو نية مراقبة تذكر الواقع طول وقت المراقبة الوقت الفاصل أو اللي يمر ما بالواقع المقابلة القدرة على تسجيل التفاصيل أو إعادة تفاصيل للرواية بشكل متكرر القدرات الجسدية السمع البصر الشم واللمس والتدوق والإدراك المعرفي القدرة المعرفية والسن أو عمر الشاهد كما أنني كان وعدكم بأن الحلقة الماجئة ستكون أهم لهذا في انتظار تعليقات أعزائنا متتبعات ومتتبع قناة أجين فهموا أصح وفي انتظار مشاركتكم الفيديو وباقي الفيديوهات اللي سبق لكم وطلعتكم لها سوف نقول لأي واحد منكم واش فهمت يا صح؟ سلام 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 سلام